درجة درجة تصاعد الولايات المتحدة موقفها من إيران وهي في الأصل في أعلى السلم ومن الشاطئ المقابل على الخليج يؤكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده ليست في حالة ضمور في المنطقة صحيح أن الطارئ عائلي منعه عن الكويت إلا أنه مر على كل من مصر والأردن والعراق والبحرين والسعودية وعمان وقطر ليس ذلك فحسب بل أعلن عن مؤتمر في العاصمة البولندية وارسو لمواجهة تهران دول كثيرة ستشارك في القمة من آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط طبعا هذه القمة ستركز على الاستقرار والسلام والحرية والأمن في المنطقة وهذا يشمل عنصرا مهما وهو ضمان أن لا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار مؤتمر وارسو سيكون واجهة مرحلة جديدة في استراتيجية الرئيس دونالد ترامب الإيرانية لكنها في آن قد تشكل إحراجا للاتحاد الأوروبي وبريطانيا المنخرطتين في حوار مع تهران هذا من جهة من جهة ثانية تعيد وارسو الذكريات من الحرب الباردة للمواجهة بين المعسكرين الغربي والشرقي مع فوارق كبرى في الشكل والمضمون طبعا هناك أوراق كثيرة لدى واشنطن تضغط بداية الأقوبات هي متواصلة وتزداد يوما بعد يوم وفي موضوع الإسرائيلي طبعا والوجود الأمريكي في سوريا في شرق سوريا وهذا الوجود يبدو بأن هناك تباطعا من ناحية الانسحاب الأمريكي من هناك بالتأكيد أن مؤتمر بورسو هو أولا مناسبة لبلورت مسار التطبيع العربي الإسرائيلي الذي كنا نرى خلال الشهور الماضية هناك فرصة اليوم للقاء الثانوية وجانبية بين رئيس وزراء الإسرائيل الانتانياهو وبعض القاضي العرب يطمئن بومبيو حلفاء واشنطن أن خروجها من سوريا لا يعيق مساعيها لمواجهة خطر تهران الخروج العسكري يقابله دخول اقتصادي من بوابة العمار تغريدة ترامب التي قال فيها أن السعودية تكفلت بإعادة عمار سوريا لم تكن عرضية لسيما تزامنها مع إعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق ففي ظل العقوبات والضغوطات الاقتصادية الداخلية والخارجية على تهران فإن المدخل الاقتصادي برأي واشنطن قد يشكل بوابة سورية لتحجيم بصمة إيران في المنطقة من حدودها مع العراق مرورا باليمن وغزة وسوريا وصولا إلى هنا في لبنان تمتد البصمة الإيرانية لذلك فإن حالة المواجهة التي تصعد درجة درجة قد لا تنجو منها الدول المذكورة علىها بأشكال مختلفة وهو ما ينذر بتوترات متنقلة في الدول المذكورة لا سيما منها تلك التي تشهد تقاسما للنفوط ولبنان واحد منها علي هاشن بي بي سي ترجمة نانسي قنقر